أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام خمسين سفيرا ومفوضا للجزائر في دول عدة ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية شمل القرار الرئاسي إنهاء مهام السفراء الجزائريين لدى دول إفريقية وغربية وعربية كما وقع الرئيس تبون على مراسيم رئاسية تقضي بإنهاء مهام سبعة قناصر للجزائر في فرنسا فماذا وراء هذه الخطوة؟ وما تداعيتها على علاقات الجزائر مع الخارج؟ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينهي مهام أكثر من خمسين سفيرا ومفوضا ديبلوماسيا حركة واسعة في السلك الدبلوماسي شملت سفراء الجزائر في دول إفريقية بينها مالي ومداغشقر والكاميرون والكونغو وفي دول غربية أهمها الولايات المتحدة وكندا وروسيا والمملكة المتحدة إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا عملية الإعفاء طالت الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة ومساعدة والسفيرة تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب الأمين العام المساعد وإلى جانب تركيا ضمت القائمة سفراء الجزائر لدى الإمارات وليبيا وسلطنة عمان القرار الرئاسي قد أيضا بإنهاء مهام سبعة قناص الجزائريين لدى فرنسا بعد استدعاء السفير الجزائري في باريس الشهر الماضي احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اعتبرت مسيئة لتاريخ الجزائر التعديلات الدبلوماسية تزامنت مع تعيين تبون البرلماني السابق المحام عمر بلحاج رئيسا للمحكمة الدستورية والإعلان عن أعضائها إجراءات جاءت بعد أيام على مؤتمر رؤساء البحثات الدبلوماسية والقنصولية الجزائرية بإشراف الرئيس تبون وطلب خلاله بضرورة ابتكار الأساليب والمناهج لضمان ترجمة فعلية وعملية للأهمية الخاصة التي توليها الجزائر لجاليتها بالخارج أنتم رجال ونساء دبلوماسية لنقاش هذا الموضوع نضم إلينا من الجزائر الدبلوماسي والجزائري السابق مصطفى زغلاش وأيضا من الجزائر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر الدكتور محمد سيبشير مرحبا بكم وضيفي الكريمين سيد زغلاش سبعون سفيرا دفعة واحدة هذا ليس رقما بسيطا يعني ألم يكن إذا كان الغرض فقط هو التحديث ألم يكن من الممكن أن يمرحل قليلا حتى لا يفسر تفسيرا سياسيا آخر بسعر خير شكرا على الدعوة وتحية لكم ولمتفرجين المتتبعين قناة الحرة سؤالكم هل هذا يعتبر أمر استثنائي أو ممكن من ناحية الحجم حجم عدد الدبلوماسيين أو الربعاثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية بهذه الحركة هذا ممكن لأن عادة يعني نادرا وين يكون حجم يعني كبير من هذا يعني من هذا العدد هذا إلا أن الحركة الدبلوماسية لا تختلف مثلا عن الحركة الولات إلا من جانب طبيعة المهام طبعا تختلف بين الولات والدبلوماسيين لكن فهم كلهم يعني موظفين في خدمة الدولة في خدمة البلاد فالأمر هو عادي تم تلعادة مدل الاستقلال في الحقيقة إلا في بعض الأوقات استثنائية في العشرية الفاتت الماضية كان يعني الحركة ما تتمش كل سنة لأن هذا كلهم دبلوماسيين إطارات البعض ينتهي تنتهي المهام ويرجعوا البلاد وباقي كان ينتظر التعيينهم على مسؤولين على لكن بعض هذا النوع من التغيير قد يفسر تفسيرات أخرى حتى لدى الدول المعتمد لديها يعني مثلا سبعة قناصر دفعة واحدة في فرنسا في جو استثنائي في العلاقة بين فرنسا والجزائر يأخذ بتفسير آخر سأعود إليك سيد زغلاش دكتور سبشير هل هو تحرك ما بين دولة ودولة بمعنى تبون الرئيس تبون وأركان حكمه الآن تخلع الطاولة تماما وتركب طاولتها الخاصة بها تتخلص من الأنظمة السابقة وتشكل نظامها الخاص بها أهلا بك سيدي ومشاهدي قناة الحرة وبزيفكم الكريم من هنا جانبي من هذا الستوديو أنا على عكس ما تحدث به زيفكم الكريم أرى بأن الطابع الاستثنائي في هذه التعيينات تتمثل في أن الرئيس تبون انتظر لأكثر من تقريبا عام لأكثر من عامين يعني قرابة عامين من تعيينه من صعوده إلى سدة الحكم ليقرأ جيدا المصرح الدولي وتصيره تقارير حول أداء السفراء في كل مكان هذه النقطة الأولى النقطة الثانية طبعا لإحداث القطيعة مع النظام السابق الرئيس تبون أراد أن يطبع يعني عهدته الأولى بسياسة خارجية بدأها بطريقة طبيعية ثم الآن مع معرفته التراكمية بما يحدث في الإقليم في العلاقات مع الدول الكبرى يعني في الغرب المتوزن خاصة في أوروبا العلاقات الجزائية الفرنسية المتوترة العلاقات في الجوار كل هذه الأمور الرئيس تبون أراد من خلال ما أجره اليوم من تعيينات لهذا العدد الهائل أراد أن يطبع عدته هذه بسياسة خارجية يرى بأنها يجب أن تسير على أكثر من صعيد سياسي اقتصادي استراتيجي وبالتالي فالإحداث القطيعة مع ما حدث في النظام السابق وهذه التعيينات طبعا استثنائي الوحيد هو إرادة الرئيس تبون أن يطبع ما بقي من عدته بقراره هذا وبسياسة خارجية جديدة إذن أسأل سيد زغلاش هنا هل كانت هناك مراجعة لحساب ما حققت الجزائر وما خسرت الجزائر ديبلوماسيا خاصة وأن الوضع يتوتر في محيطها على أبوابها في الجنوب الشرقي الساحل بما يحمله من مخاطر مسألة الصحراء علاقات متوترة مع المغرب ليبيا إلى الشرق هل هي عملية إعادة حساب للمصارح وتقييم للأداء الدبلوماسي في الحقيقة النظر في الأداء الدبلوماسي لا يتم مش إلا في الحركة أنا قلت أن الحركة الدبلوماسية هي أمر عادي عادي ومفروض يتم كل سنة إلا أن طبعا الجزائر تمر والمنطقة أو الجزائر في محيطة فيها تحديات وأوضاع استثنائية يعني في الحقيقة من الشرق للغرب ومن جنوب إلى الشمال تكلمنا عن الشمال وهو بالأخص الهجرة غير الشرعية مثلا هذه الأمور هذه لما نحاول نفهم مغزى التعيينات لا بد أن نتطرق للإطارات التي تم تعيينها لأن الإطارات هذه من المفروض أنها في بعض العوامل التي تفرض بعض الاختيارات منها الحرفية منها التجربة المهانية منها معرفة الملف أو الاطلاع على مشاكل المنطقة أو العلاقات الثلعية مع البلد فهذا يتم على المستوى التعيينات بنفسها أي فلان يروح للمنطقة هذه وفلان يتنقل من بلد إلى بلد فهذه هي الحركة عادة الحركة أصلا من تبدأ تبدأ من وزارة الشعور الخارجية من المدراء العامين من اختراحات ومن الأمين العام ومن بعد توصل إلى وزير الشعور الخارجية ومن بعد نظر في الجانب الأمني ومن الفاصل يتم على مستوى رئاسة الجمهورية لأن لا ننسى أن الدستور واضح بأن رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول على السياسة الخارجية لبلد فهذا هي الأمور الطبيعية إذا نربطها بالحالة الموجودة في الشرق مثلا في الحدود مع ليبيا الحركة نفسها أمر عادي دكتور سيبشير هل هذا هو الشكل يعني هي الحركة عادية ولكن في بطن هذه الحركة العادية إذا ذهبنا إذا ما ذهب إليه سيد زغلاش هل في بطنها إعادة تقييم حساب لما ربيحات الجزائر وخسرت وما كان يمكن أن تربح ديبلوماسيا لو أنها كانت أكثر حركية ديبلوماسيا طبعاً طبعاً هناك خلفية لهذه التعيينات الخلفية الأولى هي أن الجزائر يعني تجمدت حركتها لأكثر من تقريباً عشرية بسبب الظروف السياسية التي المرتبطة بمرض الرئيس السابق الرحل رحمه الله عبدالعزي وتفليقة حيث كانت السياسة الخارجية تقريباً يعني تسير بطريقة غير واضحة ودور الجزائر لم يكن يعني مناسباً لمقومات وقدرات الجزائر وبالتالي بعد صعود الرئيس تبون إلى سدة الحكم قيم الأمور وقدمت له تقريرات من التقارير وكذلك وصلته تقارير على بشأن أداء بعض السفراء بعض الممثليات الجزائرية في الخارج وبالتالي فدراسة المكاسب والخسائر تمت بطريقة عادية لكن هذه الطابعة الاستثنائية هو أن الرئيس تبون أراد أن يطبع ما بقي من عهدته بعقيدة ديبلوماسية جديدة بدأ بدأها بتعيين ممثلين في هذه الحركة الحضرة ومناطق محينة ثم أتبعها بهذا القرار حضور بعض الأقطاب في أركان نظام تبون الآن من ناحية التعينات خاصة في بعض المناطق في بعض الدول التي العلاقة معها العلاقة الجزائرية معها علاقة دقيقة أو علاقة استثنائية طبعا عندما تكون التعيينات كما قال ضيفكم الكريم هناك دراسة لملفات من يجب أن يعين في العواصم الكبرى من يجب أن يعين في العواصم التي لجزائر علاقات اقتصادية طاقوية معها يعني بطريقة كبيرة إضافة إلى بعض الملفات الدقيقة خاصة في غرب المتوسط المنطقة الساحلية الصحراوية والدول العربية الإسلامية التي لها علاقات وثيقة بالجزائر طبعا هذه الأمور كلها تقيم والدوائر التي يعين فيها السفراء طبعا يتم دراستها دراسة دقيقة ويرسل من يمثل المصالح الجزائرية بطريقة أفضل وبطريقة مثلة وطبعا هذا العدد الهائل من التعيينات يمثل القطيعة مع ما جرى من قبل النظام السابق ويمثل قراءة جديدة لقدورة الجزائر للمصالح ولما تريد الجزائر أن تحققه خاصة على المستوى الاقتصادي وقد سمعنا خطاب الرئيس تربون عندما التقى بالسفراء والطاقم الديبلوماسي الذي يعمل في الخارج تحدث حول نقاط عديدة تحدث حول الأدان الاقتصادي الجزائر الذي يجب أن يكون هو المحور مستقبلا تحدث حول محور الديبلوماسي الجزائرية وهي حماية الجزائر أينما وجد وتحدث حول المصالح الجزائية التي يجب أن تخفض في الإقليم أشكرا وطبعا تحدث حول الدوائر التي تهم الجزائر استراتيجية دكتور محمد سيبشير وديبلوماسي السابق مصطفى زغلاش كنتم معين للجزائر شكرا جزيلا لكم